بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن وله إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم إخواني أخواتي تلاميذي الأعزاء في فيديوهات جدد من فيديوهات منوعة قناة أم خديجة لهذا المبرحلة هذي راني ندير في المراجعة للسنة الخامسة بإذن الله كما في الفيديو السابق بديت لكم برنامج دع الدروس المقررة بعد الحذف رح نعطيكم مجموعة من الفيديوهات القاسرة والبسيطة رح نشرح كل درس بصيفة بسيطة جدا وبطريقة بسيطة إن شاء الله يفيدكم ونبدأ على بركة الله كما شفنا في البروجة سيكونس 1 وش قرأوا؟ قرأوا لزادكتيف كاردينو وقرأوا لفخاز سيمبل لفغ بخونومينو لزادكتيف دي كولور وعندهم وصف الوضعية الإدماجية هنا هي وصف حيوان وصف حيوان رح نبدأ لكم كل عنوان نشرح لكم بطريقة بسيطة إن شاء الله وتفهموا عندنا أول حاجة هي لزادكتيف كاردينو سيكوا أدكتيف كاردينو لديكتيف كاردينو هي الصيفة العددية الصيفة العددية ولا رقم مكتوب بالحروف هو الرقم المكتوب بالحروف في التكست يعطيهم تاكست ويعطيهم أرقام مكتوبة بالحروف طريقة السؤال على هذا الدرس يقولوا لهم تخوفوا لغلاف جو تاكست أنا دكتيف كاردينو يعني استخرج أو جد أو جد من النص صيفة عددية لزادكتيف كاردينو توجوغ يعني ما تتغيرش لديكتيف كاردينال ما تتغيرش عنا صوف دي كا عنا دي كا لي هو عنا الان عندو الفمينة تاعو وعنا الان والصان نزيدو لهم آس في نهاية الأرقام في نهاية الأرقام سننعض البرك هذي مجرد تتحرك شوي تعود في منارفة المهم الأرقام هي لديكتيف كاردينال هي 1 2 3 4 5 6 7 8 جسك الانفيني وما يتغيروش ما تغيروش يعني الرقم دائما غير متغير ثابت ما عندو لمو أنثلا مذكر غير لكا هذا تاع 1 الفمينة تاعو 1 وعنا الصان والفان كي نكتبو الصان في غران شيف مثلا 300 ولا 400 نزيدو في البارت تاع صان نزيدو آس وعنا 20 كي نكتبو مثلا 80 نزيدو آس هذا هو درس لادكتيف كاردينال ما تحيروش فيه هي الأرقام المكتوبة بالحروف اللي تكون في النصص مثلا اكزامبل كي ما قرأو في التعبير تاع ديك خيغان نانيمال مثلا نقولو لاغازال 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 دون دون يعني استخرج ولا اوجد صفة عددية من النص سهل جدا سهل جدا كينا ام باقتي وحدة تاع لادكتيف اغدينال ليعطيوهم تخانسفير هذيك نقول لكم الجملة عليها كنوصلوا درس لادكتيف اغدينال هذا هو درس لادكتيف كاردينال ما نحيروش فيه اللول هذا هو لادكتيف لزا ديكتيف كاردينو تاع البروجي 1 سيكونس 1 هذي هما اللي قرأوا قلت لكم هي الصفة العددية اللي هي 1 2 3 4 5 6 7 8 جس كالان فيني اللي هي الارقام اللي تكتب بالحروف النصص طريقة استخراجها ولا طريقة السؤال عليها يقولك استخرج تخوف ولا غلاف جو تكس ادكتيف كاردينال راح وين نلقى رقم مكتوب بالحروف يستخرجو مثلا كي ما قلت لكم لاغازال اا 4 بات لليون اا 4 بات مثلا لاغازال اا 2 كورن 2 هو رقم 2 هذي هي الارقام كاردينال اللي لازم يعرفها التلمية تاع السنة الخامسة ويعرف استخرجها من النص هذا الدرس الاول الدرس الثاني بإذن الله وشي هو وشي قلنا الدرس اللي بقى لفخاز سامبل لفخاز وشي هي لفخاز البسيطة الجملة البسيطة اللي تتكون من سيجي فرب وكمبيمان ان سيجي ان فرب وانكمبيمان عنا لسيجي ولا بالعربية فاعل فعل ومفعل به فاعل فعل ومفعل به السيجي اللي هو الفاعل السيجي اللي هو الفاعل في الفخاز وش قادر يكون الفاعل هذا وش قادر يكون السيجي اللي هو اللي يجي يتكلاسه اللول في الجملة موش جي دايما اللول بس احنا جنرالما نلقاوه اللول قادر يجي قبلو مثلا انسيسي ده طانو لا انسيسي ده ليو ما بان نقرأوهم المهم السيجي تعالى فخاس سابل احنا قلنا ان فخاس سابل وش قادر يكون قادر يكون النان بخابخ يعني اسم عادي امينا سارا ليلا ناسيما اسم قادر يكون النان كاما مثلا لا ميزان لا ماما الاسم اللي نقدرون نطلقوها على قدهن انسي مثلا اسم لا ماما موش غير فرد مراف الدنيا نقدرون نقولوا عليها لا ماما نسا كل كي عدوا دي ماما نقولوا لهم ماما ومثلا امينا المتا موش فرد شخص اللي نسميه طباطع الدنيا كون نسميهم المتا هذا هو الاسم اللي يتطلق على مجموعة كبيرة من الاشخاص ولا الاشياء بالصح لنان بخابخ هو الاسم اللي يتطلق على حاجة فريدة مثلا كي ما نقولو لالجيغي سيتا نان بخابخ بخسك عنا فرد دولة في العالم اسمها لالجيغي هذا هو الفرق بينتهم لنان بخابخ نقراوها ان 4 ياماني بخيمار لنان بخابخ عفوا نسميه لسيجي ولا الفاعل التاعي قادر يكون النان بخابخ قادر يكون النان كاما وقدر يكون النان بخنان النان بخنان اللي هو دامير اللي هوما الضماير اللي هاتع ج تُ إِل أَل نُ وُ إِل أَوَيْكَس وَأَوَيْكَس هذا هوما قادر نقولو مثلا جينا نحضرع للميديسان نقول للميديسان سواني المالاد ولنقول إِل سواني المالاد إِل هنا راح تعوضلي للميديسان اللي هو السيجي ولن يكون عندا ان گروب دمو ان گروب دمو مثلا نقول لابتت في لابتت قزال مثلا هذا هو مثلا نقول لابتت في أغز ولا جو أبالان هكا المهم لسيجي التاعي راح نلقاه مش بصيغة بحدة راح نلقاه مجموعة مجموعة من الصيغة المهم كي نشوفو نعرفو السيجي هو الفاعل هو اللي دار الفاعل هو اللي دار الأكسين إما يكون النام النام مجموعة من الأشياء ولا مجموعة من الأشخاص مثلا لا ماما لا ماما لا ميزان مثلا المهم يكون السيجي التاعي يتكون من مجموعة من الكلمات هكا هذا بالنسبة للسيجي الجزء الثاني تاع الجملة وشي هو الجزء الثاني تاع الجملة هو جزء الثاني الجزء الثاني تاع الجملة وشي هو 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 الرب الرب هنا راح يكون أحد الأفعال تاع المجموعة ثلاثة في اللغة الفرنسية يكون مصرف ولا يكون المهم الفعل عندنا يكون مصرف في أحد الأزمين المهم هو الفعل الفعل يجي أبري لسيجي بعد لسيجي يجينا فعل بعد الفعل يجينا فعل وقلت لكم ينتمي إلى أحد لكم لدي لكم المترجم للقناة سركونسطانسيال دي طان هنا ذوك نشرحوهم كل واحد وحده وشي هو اصلا هو المفعول به المفعول به عنا تعلاف خاص سيمبل اما COD ولا COE وشي هو هو المفعول به المباشر المفعول به المباشر هذا وين نلقاه نلقاه مباشرة بعد الفيل نلقاه مباشرة بعد الفيل ونتحصل عليه بطرح السؤال كي وكوا يعني من وكوا يعني ماذا قادر نلقاه قدامه ياما لا ياما لو ياما الاباستخوف لي في البلغيال اين دي المهم بعد الفعل مباشرة يجي ما يفصل بينه وبين الفعل والو ونتحصل عليه بالسؤال كي وكوا هذا مثلا نعطيكم مثال مثلا ما مر prépare لغاتو ما مر c'est le sujet prépare c'est le verbe لغاتو COD COD комплимент d'objet direct لي هو مفعول به مباشر ومبعد يجي عندنا النوع الثاني مفعول به غير مباشر le COE مفعول به غير مباشر le COE هذا يكون مباشرة بعد الفعل ولكن يكون قبلو 2 ولا A هما كان 2 A بصحو ما هنا سنة الخامسة بريسيزة ولهم ولقرة ولهم 2 ول A سما نلقا السجي نلقا 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 NCOD ومبعد قدام ونجي NCOE سما تقدر الجملة تتكون من комплимент d'objet direct و indirect فرد مرة ل indirect قلنا نعرف بيوجود les prepositions بصحنا في السنة الخامسة ركزولهم على A و 2 عندنا مثلا هنا يكري A يكتب يكتب رسالة الوالدي هنا A سي باران هو le COD بعد لver مباشرة يلقيت l-A و لغست تار يجي COE أو COD أو COE يجي في لغرoup verbal يعني بعد لغرoup nominal sujet يجي لغرoup verbal يجي في لغرoup أو COD و لغست تار لغم تقدر تحتوي هم الجملة يجي لغنا لغم 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 فيديو سابق بس لغم لغم لأنه مقرر على سنة الخامس سنة لغم 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 فيديو قادم بإذن الله هذا اللي قلت لكم عليهم دروس اللي متاع البروجي 1 شرحت لكم لإدكتيف كاردينو لإزا إدكتيف كاردينو عفوان شرحت لكم لإزا إدكتيف كاردينو وشرحت لكم لفخاس سامبل اللي تتكون من سيجي وفغب وصيغو دي ذركة بش ما يكونش الفيديو طويل بإذن الله نقطع ونعود نجيكم في فيديو قادم إن شاء الله اللي هما ونحاول كل مرة نديلكم فيديو بسيط بش ما نكثرش بزا فيه وتقدروا كل مرة تقرأوا فيديو ما يكونش مشارجي بالمعلومات وتتخلط لكم هذا هو الفيديو الجزء اللول هذا شرحت لكم فيه درسين من البروجي الأول سيكونس 1 لدرج سنة الخمسة مراجعة بسيطة وسريعة إن شاء الله يكون يعجبكم ونطلقوا في فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة